تعثر جديد تشهده اجتماعات القاهرة الخاصة بالتهدئة ووقف اطلاق النار في قطاع غزة حيث دخلت المفاوضات حالة الارباك بعد ان كانت تعجلتها تدور في المسار الصحيح قبل ان تعاود حكومة الاحتلال عادتها القديمة الجديدة رفض الاستمرار والتعطيل جاء من رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي منع الوفد الاسرائيلي من استكمال المشاركة في الاجتماعات وفق ما اعلنت عنه القناة الثانية عشر الاسرائيلية بعد هذا الاعلان سارع مكتب نتنياهو للتوضيح والتفصيل وابداء الاسباب حيث قال ان نتنياهو يسر على ان اسرائيل لن تخضع لمطالب حماس التي وصفها بالوهمية وانها لم تقدم مقترحا جديدا في القاهرة بشأن اتفاق المحتجزين قبل تصريحة رفض المشاركة الاسرائيلية في مفوضات القاهرة غدا استبق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجميع بدعوة الاطراف المشاركة في التفاوض وخاصة حماس الى سرعة انجاز صفقة التبادل مصدرا حكمه على الجميع بتحمل المسئولية في حال وضعت اي عراقيل تعطل الصفقة عباس عاد الى الاراضي الفلسطينية بعد زيارة لقطر استمرت لثلاثة ايام شهدت تطورا لافتا حيث نقلت قطر له موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة تكنقراط تتلخص مهمتها في اعادة اعمار غزة واعادة الامن اليها بعد الحرب وفق ما تناقلته وسائل اعلام اذا من اسطنبول ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد المدهون وكذلك ايضا ينضم الينا من رمالله الكاتب والمحلل السياسي السيد جهاد حرب اهلا بكم بداية ابدأ معك سيد محمد عندما نتحدث عن المفاوضات وكذلك ايضا قبل قليل نتحدث او تنفذ المقاومة رشقات صاروخية تجاه غلاف غزة هل يعتبر ذلك ردا من حركة حماس على قرار نتنياهو منع فريق التفاوض الاسرائيلي من العودة للقاهرة واولا دعيني اصحح الاسم انا ابراهيم المدهون وليس محمد المدهون نعتذر منك سيد ابراهيم ويتبع سياسة واضحة وهو اطالة امد الحرب وتوسعة الحرب لهذا هو معني اليوم بافشال اي جهد ويعرقل اي مجهود ان كان اقليمي او دولي لوقف العدوان على قطاع غزة ونتنياهو يدرك ان اي وقف او هو يتصور ويتحدث في ذلك ان اي وقف للعدوان اليوم هو هزيمة له شخصية وخروج له واخراج له من المشهد السياسي الاسرائيلي وربما الدولي وايضا هو هزيمة للاحتلال الاسرائيلي وانتصال لحماس والشعب الفلسطيني هذا ما يروجه نتنياهو اليوم ولهذا يحاول ان يمضي خدما في الاستمرار بعدوان الوحش على قطاع غزة ويعتبر ان معركة رفحية معركة فاصلة وانه يجب ان ينهيها رغم ما تحمله من مخاطر جمة ليس فقط على الواقع الفلسطيني بل على الواقع الاخليمي امام ذلك سيد جهاد الرئيس عباس بادر بدعوة جميع الاطراف وخصوصا حماس للوصول الى اتفاق يجنب الفلسطينيين مأساة جديدة الآن ضمن هذه التطورات وتعطيل نتنياهو للمشاورات ما هي السيناريوهات المطروحة او على الاقل الخيارات امام الحكومة الفلسطينية يعني القيادة الفلسطينية هي خياراتها محدودة فيما يتعلق بالتحركات السياسية سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي في مجلس الامن ومأسسات حقوق الانسان بالاضافة الى المحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية هذا ما تقوم به من ادوار فيما يتعلق بهذه الحرب وفي مواجهة الاحتلال اسرائيلي لكن ايضا على صعيد اخر القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تسعى لان يكون هناك تفكير اليوم التالي للحرب وبالتالي تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة وفاق وطني او انقاذ وطني وانا وفضل ان تكون انقاذ وطني بغض النظر عن طبيعتها هل هي سياسية ام تكنقراط ولكن سيد جهاد اسمح لي نتحدث عن اليوم التالي ما بعد الحرب وفي ظل عدم الوصول الاتفاق حتى اللحظة فهنا ايضا لا يمكن الحديث عن ذلك دون على الاقل استكشاف هذا الافق والوصول الى مرحلة متقدمة منه هذا ما يقوله الفلسطينيون ينبغي على الفلسطينيون ان يفكروا في اثناء الحرب في هذا اليوم وفي اليوم التالي حتى يكونوا مستعدين للمواجهة القادمة مع الاحتلال الاسرائيلي والمواجهة القادمة هي مواجهة سياسية على المستوى الدولي لانها ستضع القضية الفلسطينية على الاجندة الدولية واذا لم يكن الفلسطينيون حاضرون وجاهزون لهذا الامر ستكون القصارة الكبرى نحن لم نخسر فقط في هذه الحرب عدادا من الشهداء والجرحى والتدمير الهائل في قطاع غزة علينا ان لا نخسر ما يتعلق بالجانب السياسي صحيح اننا لا نستطيع مواجهة الاحتلال الاسرائيلي بهذا الكم الهائل من العنف الذي قام به ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لكن علينا ان نواجهه في الحياة السياسية او في المعترك السياسي على مستوى الاجندات الدولية لم يكن الفلسطينيون حاضرون لن يكون لديهم القدرة على تقديم اي شيء بل ان الخسارة الكبرى هي فيما يتعلق بالجانب السياسي لذلك الفكرة الرئيسية علينا ان نقاتل من اجل وقف اطلاق النار من اجل انهاء هذا العدوان الاسرائيلي على كل الصعود وهذا مهمة الفلسطينيين جميعهم وكل وفقا لواجبه وامكانياته وقدراته لكن ايضا علينا ان نواجه الاحتلال الاسرائيلي ما بعد هذه الحرب من خلال تشكيل حكومة انقاذ وطني تعيد الحياة للفلسطينيين وهي مجمل القضايا المتعلقة بقطاع غزة وبالضفة الغربية من جهة وصولا الى ان يتم اجراء انتخابات عامة لتحديد خيارات الشعب الفلسطيني وتحت الفرصة للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته التي تمثله في اي مسار سياسي قادم لذلك ما قلته قبل قليل هو ليس فقط ان نكون مرهونين بهذه الساعة فقط في الحرب لذاتها انما ما بعد الحرب وهذا يحتاج لتكاتف وطني جماعي بين حركتي فتح حماس من اجل الوصول الى حكومة قادرة على العمل دون اتفاق حركتي فتح حماس لا اعتقد اي حكومة مهما كان شكلها ومهما كان الجاذبياتها للمجتمع الدولي قادرة على العمل داخل قطاع غزة وفي الضفة الغربية لذلك الاتفاق الوطني مهم والاستراع في الاتفاق الوطني مهم والتجهيز للمستقبل ايضا مهم في هذا الصدد وهذا ما يبدو مطروحا سيد جهاد واتوجه من خلال ما ذكرته اخيرا لسيد ابراهيم سيد ابراهيم هناك حديث ايضا عن قبول حماس ونوع من الاتفاق على تشكيل حكومة تكنقرات والمشاركة مع الحكومة الفلسطينية اليوم امام ذلك وامام هذه التطورات من الجانب الاسرائيلي كيف يمكن لربما الوصول الى هذه المرحلة بغض النظر من جانب ومن جانب اخر نحن نتحدث عن رد فعل مقابل هذا التعطيل للمفاوضات وللاتفاق بشكل عام وفي البداية حماس حينما قامت بعملية طوفان الاقصى هي ارادت اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في ظل محاولة نتنياهو وادارة بايدن تجاهلها ولو تذكرون ان قبل عملية الطوفان الاقصى لم كانت تراجعت القضية الفلسطينية على الجدول العالمي والدولي ولم يعد احد يلقي لها بالا وبل بالعكس نتنياهو قال اتركوها حتى تنسى لكن هذه العملية رغم ما فيها الآن من وحشية او ردود فعل وحشية اسرائيلية وبمشاركة من الولايات المتحدة الامريكية ورعاية كاملة للعملية العدوانية الا انه الآن اعتقد الفرصة الاكبر لدى الشعب الفلسطيني لحصاد سياسي قوي خصوصا بعدما قدم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بطولات واستطاع ان يعيد القضية الفلسطينية الى الواجهة اعتقد ان حركة حماس اليوم معنية اولا بوقف العدوان وسحب الاحتلال الاسرائيلي وانسحابه من قطاع غزة واغاثة الناس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وهذا ما عرضته على الفصائل الفلسطينية قبل اسابيع في بيروت وتم التوافق مع معظم الفصائل الفلسطينية بما فيها الجهاد والجبه الشعبية وحتى الديمقراطية كادت ان توقع ولكن بعد ذلك لها حسابات وايضا ارض على حركة فتح اعتقد ان شكل الحكومة لن يكون هناك خلاف بعد ذلك والجميع القوى الفلسطينية بما فيها حماس وفتح متفقون انه آن الاول باستثمار تضحيات الشعب الفلسطيني وبطولات كتاب القسام سياسية واحداث برنامج وطني حقيقي يعيد الاعتبار للشعب الفلسطيني ولحقوقه ولهذا انا لا اعتقد انه ستكون هناك اي اشكالية بتشكيل حكومة وطنية بعد وقف العدوان ولكن الاولوية الان والذي يجب ان يكون هناك جهود من الجميع وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية والرئيس عباس وان تأخر في التحرك يعني نتحدث اليوم عن قرابة خمسة اشهر من العدوان اليوم فقط بدأ يتحرك الرئيس هذا متأخر جدا كان يجب ان يكون هناك دور اوسع للرئيس ولا نعرف لماذا هذا التأخر وكان يجب ان يعمل الآن وكان يجب ان يعمل في السابق ويجب ان يعمل الآن على وقف العدوان واستثمار كل المؤسسات الفلسطينية التي تشارك في المؤسسات الدولية من اجل الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف العدوان ما يحدث اليوم جريمة في حال اقدم الاحتلال الاسرائيلي او اكتم نتنياهو على العدوان على رفح اعتقد اننا سنكون امام كارثة وطنية واقليمية نعم سيد جهاد سيد ابراهيم تحدث عن مبادرة الحكومة الفلسطينية وكذلك ايضا هناك اتفاق فيما بينكم فيما يتعلق بضرورة البناء على التضحيات الفلسطينية ووجود حكومة وحدة وطنية وحكومة انقاذ وطنية المبادرة الفلسطينية بحسب وصف السيد ابراهيم جاءت متأخرة كثيرا برأيك اليوم لماذا تأتي متأخرة بهذا الشكل اولا ثانيا ما هي الخطوة التي يجب ان تبنى على ذلك حتى وان جاءت متأخرة ولكن لقطف هذه المبادرة وتحقيقها في ظل هذه الظروف الحالية اعتقد ان مسألة التحركات بدأت من اليوم الاول لكل طرف لكن لانكسام الفلسطيني الداخلي وكل طرف يريد ان يأخذ زمام القيادة لوحده سواء في حركة حماس او في السلطة الفلسطينية في كل الاحوال نحن بعد اربع اشهر علينا ان نتذكر ان هناك شعب يذبح في قطاع غزة وحتى في الضفاء الغربية الامر الذي يتطلب من الفصائل الفلسطينية اولا اتفاق على برنامج سياسي موحد واعتقد ان البرنامج السياسي اليوم تقترب فتح وحماس الى حد بعيد او كبير الى البرنامج الموجود في منظمة التحرير الفلسطينية على اقامة دولة فلسطينية على الحدود الرابع من حزيران وهذا اعتقد نموذجا مهما لبرنامج سياسي موحد للشعب الفلسطيني ثانيا الاتفاق على الاستراتيجية وطنية نضالية تحدد وسائل النضال وادواته ويتم الاتفاق انه لا احد منفردا لديه لا حركة فتح ولا حماس لديها الحق بالاستفراد بالقرار سواء من اجل الذهاب نحو السلم او نحو الحرب وهذا يحتاج الى اتفاق وطني اساسي اما الحكومة فهي حكومة ينبغي ان تكون قوية ولديها جميع الصلاحيات دون اعتراض من اي طرف من الاطراف بل بمباركة من حركة حماس وحركة فتح تحديدا بالاضافة الى الفصائل الاخرى لكن هتان الحركتين هما الحركتين الاكبر في الشعب الفلسطيني والتي لديها القدرات العسكرية والسياسية والمالية للتحكم في ادارة الحكوم لذلك منحها جميع الصلاحيات من اجل اعادة الحياة في قطاع غزة وعندما نتحدث عن اعادة الحياة يعني اعادة الاعمار بكل اشكاله سواء البنية التحتية او المنازل ثانيا اعادة الحياة لمصادر الرزق للمواطنين الفلسطينين التي تم تدميرها سواء في القطاع الصحي او عفوا في القطاع الصناعي او الزراعي وغيرها ثالثا ان يكون هناك توحيد لمؤسسات الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة اي انهاء الانقسام على مستوى المؤسسات السلطة الحاكمة بالاضافة الى التحضير للانتخابات هذه المهمات الرئيسية تحتاج حكومة قوية وصلاحيات قوية وفقا للقانون الاساسي بحيث يكون لدى الفلسطينيين حكومة قادرة على العمل وهذا يتطلب ايضا ان هذه الحكومة تكون منسجمة مع قرارات الامم المتحدة من اجل قدرتها على توفير التمويل لاعادة الاعمار وهذا ايضا يحتاج الى اتفاق لدى الفلسطينيين داخليا من اجل عملية الاستثمار للوصول لحل الدولتين وانهاء الاحتلال الاسرائيلي في كل الاحوال كل المسارات ينبغي ان تكون حاضرة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي لكن ينبغي ان تكون ضمن اتفاق وطني لا احد يقرر ساعة الحرب لوحده او ساعة السلام لوحده هذا هو المطلوب اليوم من جميع الفصائل الفلسطينية هذا هو المطلوب من اجل اخذ زمام المبادرة واي تشكيل لحكومة يجب ان يكون وفقا للقواعد الدستورية التي ينص عليها القانون الاساسي وهي يتم تكليف رئيس الحكومة ويتم تشكيلها بناء على ما يريده رئيس الحكومة وما يقدمهم من برنامج سياسي بالمعنى السياسات العامة التي ستطبق وآليات العمل واخذ زمام المبادرة للقيام بالمهام المطلوبة لعادة انعاش الشعب الفلسطيني وهنا اعتقد ان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في قطاع غزة يعانون بشكل واسع وكبير صحيح ان قطاع غزة يعاني اكثر نتيجة حرب الابادة التي مارستها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة لكن ايضا نحتاج الى ان يكون هناك عدالة في توزيع الاعباء على المواطنين الفلسطينيين لان الامتيازات غير موجودة للفلسطينيين في هذه الساعة انما هي الاعباء لذلك توزيع العادل للاعباء يمكن ان يوفر ثقة لأي حكومة نعم سيد جهد اسمح لي ان اعود لسيد ابراهيم فيما طبق معنا من وقت سيد ابراهيم اذا انحنا نتحدث عن اطار واضح فيما يتعلق بالتفاهمات الداخلية وشكل هذه الحكومة الفلسطينية الموحدة اليوم اذا ما تم ذلك ضمنا على المستوى الداخلي الفلسطيني الفلسطيني كيف قد يكون شكل هذه الحكومة وقبولها على المستوى الدولي خاصة واننا نعلم ان بعض الاطراف الغربية لا تقبل بوجود حماس وعلى رأسها الولايات المتحدة برغم قطيمة الصورة اليوم ورغم المجازر الوحشية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوى من قبل الاحتلال الاسرائيلي الا ان الكل بات يدرك اننا بدنا كشعب فلسطيني اقرب من اي وقت مضى من الدولة الفلسطينية ونحن امام فرصة كبيرة بعد تنفيذ عملية طوفان الاقصى وبعد صبر وصمود وثبات شعبنا الفلسطيني امام وحشية الاحتلال وبعد فشل الحسم العسكري لدى الاحتلال الاسرائيلي انا باعتقادي ان من سيقرر بشكل الحكومة وبشكل الدولة الفلسطينية والكيان السياسي الفلسطيني هم الفلسطينيون انفسهم وهناك توافق ويستطيعون باعتقادي فرض معادلتهم حتى على القوى الدولية خصوصا بعد هذه التضحيات الكبيرة وبعد هذا الثبات وهذه الارادة التي تمثلت في مواجهة اعتى الجيوش بكل هذا الصبر والصمود الاحتلال الاسرائيلي حتى اللحظة فشل في الحسم العسكري فشل في ازاحة حماس فشل في القضاء عليها وهذا الفشل يجب ان يترجم سياسيا ان تبقى حماس والفصائل الفلسطينية وحركة فتح هم وقود وهم قيادة ورأس حربة اي عمل سياسي فلسطيني وأعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي كما فشل في فرض واقعه بالقوى العسكرية سيفشل ايضا بالمراوغة وبالخبث السياسي ولهذا لا اعتقد انه من الصعب على القوى الوطنية الفلسطينية من تسويق اي حكومة وطنية بما فيها لو كانت مشاركة فيها حركة حماس اشكركم كل الشكر من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي سيد ابراهيم المدهون ومن رمالله كان معنا الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب